اليمين الدستورية لبعض السيدات لم تكتمل بعد فصول الحكومة الجديدة في مسرح السياسة في العراق انجز الكثير ذو الاهمية القليلة وبقي القليل ذو الاهمية الكبيرة 14 وزيرا كلفهم عبد المهدي وبقي ثمانية اخرون دفع الخلاف السياسي بين الكتل الى تأجيل البت بتكليفهم حتى السادس من تشرين الثاني المقبل ورغم شكوك مسبقة مبنية على يأس من التغيير حول وعود التكنقراط وضخ دماء جديدة غير ملوثة بالفساد في الحكومة الجديدة كما اعلن عبد المهدي اكدت ليلة الاربعاء تلك الشكوك وحولتها الى يقين ترجمته اسماء الوزراء المكلفين وزارات الخارجية والنفط والصحة والكهرباء والصناعة وغيرها شغلها رجال تولوا مناصب في الحكومات السابقة والكفاءات جاءت بغير محلها في وزارات اخرى فيما يحتدم الخلاف على بقية الحقائب الوزارية باهم وزارات سيادية كالداخلية والدفاع على ان وزارة الدفاع رشح لها القيادي البارز بميليشيا الحجد فالح الفياض وما بين سلوك هذه الميليشيات ومهام وزارة الداخلية صور جرائم التهجير والاعتقال والقتل والتعذيب التي شهدتها محافظات العراق المحاصصة الصفة البارزة للحكومة الجديدة حيث اتبعت معظم الكتل السياسية في كواليس تشكيلها تكتيكا متشابها في مفاوضاتها مع عبد المهدي حيث ساومته بين دعم حكومته مقابل قبول مرشحيها للكابينة الوزارية ولم تكتفي الكتل بالتفاوض مع عبد المهدي بل كانت تتفاوض مع بعضها البعض لاستبدال الحقائب فاين يذهب عبد المهدي بوعوده وسط هذه الحلقة السياسية المغلقة ان لم يكن جزءا حقيقيا من ادارتها على انه هو نفسه من ابرز الوجوه القديمة اللاعبة في ميدان سياسة عراق ما بعد 2003 موقف الشارع العراقي المنكوب لم يتأخر الافصح عنه حيث جاء من البصرة بوسم اطلقه ناشط والتظاهرات وحمل وسم راجعي لكم اي الى ميدان التظاهرات ولعلها رسالة كافية لمن اراد ان يسمع او يرى من وزراء الحكومة الجديدة